الانتخابات المبكرة والرقابة الدولية نناقش هذا الملف مع المتحدث باسم اتلاف النصر أحمد الوندي سيد أحمد مرحبا بك إلى أي مدى يمكن للرقابة الدولية الشاملة أن تبعد الانتخابات ونتائجها عن تأثير المال السياسي واسلاح المنفلت في البداية تحية طيبة لجنابكم وأيضا لمشاهدة قناتكم الكريمة في الحقيقة اليوم في اتلاف النصر نحن نحتكم إلى تصريح السيد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عندما قال أنه اليوم عن الحكومة أن تقوم بعملية انتخابية بعيدة عن المال السياسي وأيضا حصر السلاح بيد الدولة بالإضافة إلى وجود البطاقة البيومترية اليوم الإشراف الدولي أصبح مطلب جماهيري تم تقديمه في بادئ الأمر في ثورة تشرين ومن ثم أصبح مطلب واقعي لوجود هناك الكثير من الأمور الفنية واللوجستية التي تحتاجها المفوضية للدعم من خلال هذه الانتخابات باعتبار اليوم وجود قانون انتخابي جديد يحتاج إلى إشراف أممي بالإضافة إلى ذلك هناك تغييرات في المفوضية العليا للانتخابات ومدراء عامون جدد لم يسبق لهم التعامل مع قانون انتخابي مثل هذا فبتأكيد اليوم الرقابة مطلوبة لكن في الحقيقة اليوم نوعية الرقابة هي ما تهم الاتلاف أو ما تهم الدولة العراقية بالحقيقة لأنه في الانتخابات التي مضت في 2018 كانت هناك رقابة دولية كانت الأمم المتحدة وأيضا البعثات الدبلوماسية مشتركة في الرقابة على الانتخابات ولكن كانت تراقب في أماكن خصصة لهم من قبل المفوضية آنذاك لم تذهب هذه البعثات أو الجهات الرقابية إلى المناطق النائية أو المناطق التي يصعب أن تكون فيها دور الحكومة واضحة فبتأكيد عندما تكون هذه الأماكن لا توجد هناك أي رقابة فيها فبتأكيد ستكون عرضة للتزوير وأيضا عرضة لحدوث أمور ممكن أن تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة وهذا ما رأيناه في انتخابة 2018 عندما جاءت التقارير بأن كانت هناك نسب تزوير كبيرة في تلك الانتخابات إذن سيد أحمد الرقابة الدولية أصبحت مطلبا جماهيريا وواقعيا كما تفضلت لكن كيف تفسر رفض بعض القوى والأحزاب للرقابة الدولية أو تصويرها على أنها تمس بالسيادة الرقابة الدولية هي عملية طبيعية في كل الانتخابات يعني ليست فقط في العراق وأنها موجودة في دول المنطقة وخاصة في دول النامية والدول التي تكون فيها الديمقراطية فتية مثل العراق يعني نحن لم يسبق على العملية الديمقراطية أن تمت أكثر من 18 سنة منذ بادئة الأمر وبالتالي تحتاج إلى رقابة وتحتاج إلى دعم دولي يعني لا يحتاج أن يكون الموضوع هو عبارة عن مسل السيادة أو تكون تحدي للحكومة لا بالتأكيد اليوم الحكومة لديها أيضا جوانب أخرى تطلب فيها مشهورة الأمم المتحدة ومشهورة الدول الأخرى منها الجوانب الاقتصادية ومنها الجوانب أيضا الصحية اليوم نحن نعيش في ظرف هذا الظرف الصحي بالإضافة إلى ذلك اليوم الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة كانت بمشهورة مع البنك الدولي وكانت فيها أجراءات قاسية على المواطنين وكانت فيها أجراءات قاسية على الطبق المتوسطة إذا ما قلنا ذلك فبالتأكيد هذا لا يمثل خرق للدولة العراقية وإنما يمثل عملية طبيعية تحتاجها الدولة العراقية باعتبارها اليوم وليدة ديمقراطية جديدة حديثة لم يسبق عليها أكثر من 18 عام فبالتأكيد هذا الأمر مطلوب ولا يمثل أي تحدي للدولة العراقية سيد أحمد كيف يمكن لهذه الرقابة الدولية أن توفر فرادلة لقوى وأحزاب تشرين الجديدة على المشهد الانتخابي اليوم أحزاب تشرين التي انبثقت من انتفاضة أو ثورة تشرين أيضا تمثل ورقة لعب جديدة اليوم في الساحة الانتخابية اليوم هذه الأحزاب جاءت بمفاهيم جديدة تمثل حركة يسارية ربما قد تكون لبرالية تؤمن بالمدنية وتؤمن بمفهوم الدولة هذه بالتأكيد تحتاج إلى أسس ودعائم من خلال العمل مع الأمم المتحدة وأيضا من خلال العمل مع مفوضية الانتخابات لتثبيت أو ترسيخ هذه المفاهيم اليوم نحن في تلاف النصر أيضا ندعم بمشروع الدولة أولا نحن اليوم ندعم أن تكون الحكومة هي سيدة الموقف وأن تكون العلاقات مع كل دول العالم على أساس المصالح المشتركة وأن تضع مصلحة العراق في المرتبة الأولى اليوم الدعم الأممي ممكن أن يسهل هذا الموضوع لهذه الأحزاب باعتبارها أحزاب جديدة ليست لديها خبرة انتخابية لم تسبق لها أن دخلت فيها الانتخابات وأيضا الشخص القائمة على هذه الأحزاب هي الشخص لم يسبق لها أن دخلت المعترك السياسي فبالتأكيد ستحتاج إلى المشورة والنصيحة من الأمم المتحدة وأيضا من المفوضية نفسه حتى تضع هذه الأسس بطريق صحيح من شأنه أن تقدم مشروع فعلا يليق بالدولة العراقية المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي شكرا جزيلا ضمامك إلينا ترجمة نانسي قنقر